في خبر حزين وصدمة لمحبيها غيب الموت الفنان القدير رجاء حسين عن عمر نازة 83 عاما بحسب تصريحات الدكتور أشرف زكي نقيب المهانة التمثيلية وقد حضر نقيب المهانة التمثيلية الدكتور أشرف زكي إلى مسجد الشرطة من أجل المشاركة لصلاة الجنازة على جثمان الراحلة رجاء حسين والتي وافتها المنية فجر اليوم 9 أغسطس كما يشارك في صلاة الجنازة كل من طليقها سيف عبد الرحمن وشقيقه بالإضافة إلى ابنتها السيدة أمل وعدد من الأقارب والأصدقاء وبدى سيف عبد الرحمن حزينا للغاية على وفاة زوجته السابقة بعد أن فارقت الحياة فجر اليوم في منزلها بحسب قاول أحد الأقارب والراحلة رجاء حسين من مواليد 1937 بمحافظة القليوبية أنضمت إلى فرقة الريحان عام 1958 لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين بداية من عودة الإبن الضال وتزوجت من الفنان السيف عبد الرحمن وأنجبت دينا وكريم ومن أبرز أعمالها ماردة القبل لدواعي أمنية اللص والكلاب على باب زويلة أحلام الفتاة الطائر دقاب القبل المال والبنون زيزينياء الشهد والدموع عايزة جوز ريا والسكينة أفواه وأرانب مال ونساء نوارة والنجمة الراحلة رجاء حسين أنجبت من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن كريم وأمل وفي عام 2014 تعرضت لأصعب أزمة ومحنة في حياتها وهي استشهاد ابنها العقيد كريم والتي أثرت عليها بشدة ورغم مرور أعوام على استشهاد ابنها لكنها كانت في حالة حزن دائم وخصوصا عندما تأتي سيرته تبكي في كثير من الأحيان وقالت من قبل في أحد اللقاءات التلفزيونية استشهاد ابني أثر على حياتي كلها مؤكدة أن وزناء انخفض كثيرا من كثرة التفكير في الشهيد وقالت في تصريح آخر كنت أنتظر نجلي يحملني للدار الآخرة ولكنه سبقني وحملته يذكر أن آخر تصريحات أدلت بها الفنان الراحل رجاء حسين التي وافتها المانية صباح اليوم كانت في يوم 9 مارس الماضي بعد تكريمها في احتفالية المرأة وأدلت وقتها بعدة تصريحات عبرت فيها عن سعادتها بذلك التكريم وقالت إن تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية يعد تشريفا غير طبيعي متابعة أنا عوز أي حد يجي مكتبة التكريمات اللي عندي لكن كلهم فيكم والتكريم لكم تاني أنا ما نمتش من مبارح رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنات ترجمة نانسي قنقر